قصص مؤلمة عن جرائم الميليشيات الحوثية بحق المواطنين في الساحل الغربي فوق الأرض وتحتها وما قصة المواطن عبد حسن مسبح مع ألغام وعبوات الموت الحوثية إلا واحدة من مئات القصص الممزوجة بالدم والألم لم تنظ سوى بضعة أيام لارتكابها جريمة بمنطقة البقعة التابعة لمديرية التحيطة حتى عاودت الميليشيات لارتكاب جريمة جديدة بحق المواطن عبد حسن الصياد الذي يعيل أسرة مكونة من عشرة أفراد حيث قامت بالتسلل ليلا باتجاه القرية ووضعت عبوة ناسفة قرب منزله وأثناء عودته إلى البيت انفجرت به العبوة الناسفة على قارعة الطريق وألحقت به إصابات بالغة أجريت له بعدها ثلاث عمليات جراحية قامت بالتسلل لي بأسرات الجميع منزله أجريت أن يتجاهل الشاكو الضاربو قامت بالأدوان قرحن بي أبوة ناسفة ماذا كنت قرحن بي وأنا وعرا راجع ما هي المكان ذاك؟ هذا البقعة تحيطة يعني؟ أي مدير التحيطة البقعة أيوه بعدها؟ أرجو أدلم هذا جميع أن نرزي كشلنا وأنا أدل إياه الضاربو وشفاري بينهم الضاربو أما أدري أن نرزي جمب البيت جمب القريع مأساة هذه الأسرة لم تقف عند هذا الحد فقبل عامين انفجر لغم بالابن الأصغر حوله إلى أشلاء وكأن ألغام الحوثي تتربص بهذه الأسرة واحدا تلو الآخر لتحيلهم إلى قائمة الأموات وفاقدي الأعضاء والأجياء من أشهدهم وهم سلسل يومي يدمي سكان الساحل الغربي والسهل التهمي حيث يتسلل عناصرها ليلا إلى المناطق المحررة لتفخيخها وتلغيمها بأدوات الموت وتعد الألغام الحوثية في الساحل الغربية جزءا من إجرام الحوثي ومن أبشع مرتكب بحق المواطنين في مساكنهم وقراهم مخلفة مآس وقتلى وععاقات دائمة هي الأشد انتهاكا للإنسانية في تاريخ اليمنيين